سوف نتعرف في هذا الجزء على الSpeaking Tips فإن الأسئلة في هذا القسم تهدف إلى التعرف على قدرتك على التحدث باللغة الإنجليزية والتواصل بها في مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية كالمجتمع الإنجليزي أو الأمريكي وتنقسم الأسئلة في هذا الجزء إلى أسئلة نمطية مثل وغيرها من هذه الأسئلة وعند إجابة هذه الأسئلة لا بد من الحرص على أن لا تكون إجاباتك قصيرة جداً كما هو الحال عند الإجابة بل من المفضل أن تعطي إجابات متوسطة الطول كي تبرهن لمن يقوم باختبارك على إجادتك للغة الإنجليزية وهناك أسئلة تتعلق بعائلتك مثل وكذلك توجد أسئلة تتعلق بالتعليم الخاص بك عن المدرسة والجامعة والكلية والأكاديمية التي درست بها كذلك توجد أسئلة عن هواياتك والأنشطة التي تقوم بها في وقت الفراغ وأما الجزء الثاني من الSpeaking Test فيطلب منك أن تتحدث لمدة دقيقة أو دقيقتين عن موضوع يقدمه لك الممتحن مثل أن يطلب منك التحدث عن وصف مدرسك والطريقة التي كان يقوم بالتدريس بها لك وما إذا كانت هذه الطريقة تعجبك أم لا والأسباب لذلك والجزء الثالث من الSpeaking Test يشبه إلى حد كبير الجزء الثاني حيث يطلب منك التحدث عن موضوع معين له علاقة بالجزء الثاني ولكن هنا يتم منحك المزيد من الوقت وعادة ما يكون هناك نوع من أنواع الارتباط بين الأسئلة في الجزء الثاني والثالث فمثلا يطلب منك أن تتحدث عن التعليم عموما وأهميته لك وللآخرين وللمجتمع وكيفية تحسين التعليم في بلدك وما هي مميزات وعيوب الدراسة في مرحلة الصغر والكبر وما رأيك في إجبار الطلاب على دراسة مادة معينة وكما سبق وأشرنا فلابد أن تكون الإجابات متوسطة الطول حتى تبرهن للممتحن على إجادتك للتحدث والتواصل باللغة الإنجليزية في مجتمع يتحدث بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر